وتحدثت توسي عن حضوظ المنتخب الوطني المغربي والانسجام الحاصل داخل المجموعة محمد أمين نوري محمد نصري ومعتصم بالله البعزوي رشيد التوسي أمام أول امتحان حقيقي الرجل يعتمد هذه المرة بشكل لاثت على الأسماء المحلية والمحترفين الأجنب الجاهزين منهم والذين لا يزالون على محك التنفسية تركة إيريك جيريس لم تكن إلا دينا يصعب مهمة العناصر الوطنية هدفي الذهاب بالنسبة لرشيد التوسي معطا حتمي والمهم هو التطلع للمباراة القادمة بحس احترافي أكيد بأنه لما نتكلم عن التاريخ دائما نجيب دو الماضي ماضي رشيد التوسي كذلك من الألقاب أصبح في طيل ماضي وكذلك ماضي قس أصبح في طيل ماضي فإحنا في مرحلة جديدة وأعظنا بأنه قطعت على نفسي ومع اللاعبين بأنه نبدأ في مرحلة جديدة نفكر في المستقبل هذه المرة كفة الأسماء المحلية أكثر من نظيرتها المحترفة بالخارج وإن كان لرشيد التوسي عتاب على مصطلع الاحتراف المقرون بالأسماء التي تلعب خارج أرض الوطن على اعتبار أن أهل الداخل والخارج على السواء محترفون التوسي يطمئن الجميع أن اللحمة بين شقي المنتخب ماتينة هذا فالقاء الذهب يفرض على رشيد التوزي نهج خطة هجومية لتحصيل ما فات ذكره إلا أن الاندفاع لا يعني التفريط في الواجب الدفاعي هنا التوسي يؤكد بشدة أن الاندفاع سيكون مربط الفرس في مباراة العبور